هذا هو محمد الفزازي أبو مريم مواليد 1949 بمنطقة تاوناند قال لكسيدي فقه من فقه السنة والجماعة ينتمي إلى قبيلة برنيسة في جبال الريخ تم الاعتقال سنة 2003 على إثر تفجيرات الضار البيضاء لأن هذا السيد كان يعتبر راسه ضمن السلفية الجهادية وحكم عليه بثلاثين سنة سجنا سنة 2011 خرج من الحبس بعفو ملكي وبع المطش وقبل بالشروط واحد المنافق منه مكينش أعزيز عليه الفتيات الصغيرات وأعزيز عليه ما يطبل النظام لأنه خرج من واحد مؤارضة مباشرة لكل ما هو حاكم لواحد التطبيل وواحد البندير واللبحة لوحة الشيخة الناس يصنفه بين السلفية الجهادية والسلفية العلمية ولكن هو يخرجك يقولك أنا حتى وحدة من هذا أنا مسلم أو تحياتي شكرا